وفي بريطانيا الناس يحب التغيير وهذا ما يتوقع وهذا ما يحدث نقطة الثالثة هي عن الديمقراطية كثيرا النقاش عن بريكزيت يكون ديمقراطي النقاش الديمقراطي بشأن التقارى والتأشيرات هذه قضايا هامة والآن أصبحنا جاهزين لها ولكن الهدف الأساسي من بريكزيت هو الديمقراطية أن نسمح بأن نقاش وأن نفعل الأمور بطريقتنا وأن نفتح المقالة الفرص الاقتصادية والسياسية هذا جوهري في أغلب البلدان الأعضاء الأشياء الهامة تتغير من خلال سياسة الاتحاد الأوروبي كالسياسة الخاصة بالهجرة والمالية والتجارة وما إلى ذلك هذا خيارهم ونحن لا نشكك فيه ولكن خيارنا هو أن من ننتخبهم هم الذين يتناقشوا ويقرروا وهذا النقاش يحدث في بلدنا فمثلا سياسة التقارى سيتناقش فيها البلدان وكل عضو يوضح رأيه نحن لدينا أيضا نقاشات بشأن الهجرة الهجرة الحرة ولكن المنضبطة فمثلا الألاف الذين يأتوا من هونغ كونغ تحدثنا عنهم كثيرا وأيضا التجارة حظيت بنقاش كبير داخل بلدنا ولذا هذا السبب إن هذه السياسة ليست سياسة مفرطة في القومية ولكنها سياسة شعبية تأخذ بعين الاعتبار ما يريده الشعب وتجعل الشعب يقرر بنفسه وحتى إذا قادرنا وتركنا الاتحاد فهذا بأمر من الشعب فهناك العديد من الجوانب تحتاج خيارات يقررها الشعب وليس غيره أنا بشكل شخصي أقول أن الرأس مالية الخاصة التي تعتمد على السوق الحر هي الأفضل وهذا أفضل ما يمكن أن نقدمه لبلدنا ولكن الآن علينا أن نقنع الناس بهذا الهم ليس فقط من خلال معاهدات نتوقع أن يلتزم بها الناس وهذا هو جوهر الديمقراطية والتي للأسف أضعفتها فكرة الاتحاد الأوروبي ومسار المملكة المتحدة الخارج من أوروبا أو الاتحاد الأوروبي هو الأفضل بالنسبة لنا البعض يكون هنا أحياناً تكون هناك مشكلات والتضارب ولكن في النهاية الديمقراطية هي الأفضل السؤال ما هو مستقبل علاقتنا مع الاتحاد الأوروبي أولاً هناك صعوبات ولكن هناك أيضاً تعاون إيجابي نحن نتعاون بشأن السياسات العقوبات ويمكن أن نساعد أكثر في سياسات الدفاع وأيضاً الجمارك نستطيع أن نتفاعل ونتعاون فيها وبالطبع لدينا أهداف مناخية مسترقة وهناك نقاشات أعتقد أنها ستحدث قريباً الاتحاد الأوروبي يتدخل بالطبع في القضايا الدولية ونحن بالطبع سيكون لدينا رأي وموقف قد يكون مغير له نحن بلد كبير لديها خامس اقتصاد في العالم ولدينا أكبر انفاق على الدفاع في أوروبا ولكننا لدينا نفس القيم الديمقراطية مع بقية بلدان أوروبا هذه الحقائق يمكن أن نتعامل معها بطرق مختلفة داخل الاتحاد المنافسة بيننا ستفيدنا ولكن أي أمة أعتقد أن لديها طوابع فريدة مختلفة فأعتقد أن آخر أربع أعوام سهدت مسكلات وهذه المسكلات يمكن أن تحل باء الوضع الجديد إذن مشاهدين نقلنا لكم جانبا من كلمة ديفيد فروست وزير البريكزيت البريطاني الموجهة إلى مسؤولي الاتحاد الأوروبي المجتمعين في لشبونا المترجم للقناة